بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم بدرس الاستثناء بداية لدينا العديد من المصطلحات التي سنقف عندها أولا لدينا أسلوب الاستثناء مكون من أجزاء ومكونات وهي أداة الاستثناء المستثنى منه المستثنى والحكم وأيضا لدينا مصطلحات نحوية مهمة وهي الكلام التام الكلام الموجب والمستثنى المتصل والمستثنى المنقطع هذه المصطلحات مهمة جدا في هذا الدرس لما يترتب عليها من أوجه وأحكام إعرابية بعد التعرف على هذه المصطلحات سننتقل إلى صور الاستثناء هناك الاستثناء بإلة وصورة الاستثناء بإلة هي الصورة الأساس هنا طبعا إلا هي تشكل أداة الاستثناء الرئيسة عندما نستخدم مصطلح الأداة في النحو هو مصطلح عام مصطلح الأداة يشتمل الحرف والاسم والفعل إذن أدوات الاستثناء تشتمل على حرف وتشتمل على أسماء وتشتمل على حروف وتشتمل أيضا على أفعال إلا تشكل حرف استثناء وغير وسوى تشكل أسماء استثناء وخلى وعدى وحاشى هذه تشكل إما حروف أو أفعال ولها حالة معينة سنقف عندها بالتفصيل إذن هنا ننتقل إلى أسلوب الاستثناء وأجزاؤه ونطبق على الأمثلة الآتية وسنحاول تحديد ونحدد أركان أسلوب الاستثناء لدينا المثال الأول هنا ينصر المواطنون بلادهم إلا الخوانة إذن دائما نبدأ مع وجود حرف الاستثناء إلا وعندما نقول إلا هنا لاحظوا ما بعد إلا هو المستثنى ما بعد إلا المستثنى وما قبل إلا سيكون هناك المستثنى منه طبعا المستثنى منه هو المواطنون ننتبه والحكم هنا متمثل في الفعل بمعنى الفعل الوارد هنا في الجملة الاستثناء لغة هو الإخراج فنحن هنا أخرجنا الخوانة من المواطنين أخرجنا الخوانة من الحكم الحكم هنا نصرة المواطنين بلادهم فالخوانة هنا مخرجون من هذا الحكم استثنيوا من هذا الحكم ولو انتقلنا للمثال الثاني لا يشمت الناس في الضعيف إلا اللؤماء مرة أخرى لدينا حرف الاستثناء إلا ولدينا اللؤماء اللؤماء هنا جاءت بعد إلا إذن هي المستثنى إذن لا يشمت الناس في الضعيف هنا نقول أن الناس هي المستثنى منه والحكم هنا حكم الشمات المتضمن هنا في الفعل لا يشمت عدم الشمات إذن هنا استثني اللؤماء من عدم الشمات إذن الناس مستثنى منه واللؤماء مستثنى والحكم هو متضمن في الفعل الوارد في بداية جملة الاستثناء وأداة الاستثناء هنا حرف الاستثناء إلا والمثال الأخير هنا يحترم الصادقون آراءهم إلا الكذوبة إذن الكذوبة المستثنى منه ولدينا الصادقون هم المستثنى منه ويحترم هو الحكم حكم الاحترام حكم الاحترام للآراء إذن الكذوب مستثنى من هذا الحكم وننتقل هنا إلى مفهوم الاستثناء عند النحات إذن هو الأسلوب الذي يتحقق فيه الإخراج بواسطة أدات من أدوات الاستثناء إلا واخواتها وهنا لدينا توضيح للمصطلحات المكونة لأسلوب الاستثناء المستثنى وأدوات الاستثناء والمستثنى منه والحكم وإذن هناك الملاحظات فيما يتعلق بأدوات الاستثناء ليست جميعها حروف بل هناك أسماء وأفعال والأمر الآخر ليس دائما يكون المستثنى منصوب وقد يرد مرفوع أو مجرور وسنوضح ذلك من خلال الأوجه الإعرابية التي سنأتي عليها في صور الاستثناء القادمة ننتقل هنا إلى المصطلحات النحوية الأربعة الأساسية في درس الاستثناء ولدينا بداية الكلام التام هذه المصطلحات تشكل وصف لجملة الاستثناء إذن جملة الاستثناء هنا من حيث الكلام التام إما أن يوصف الكلام تام أو غير تام وذلك يعتمد على وجود المستثنى منه فإذا كان المستثنى منه موجودا في الجملة فالكلام تام إن لم يكن المستثنى منه موجود في الجملة فالكلام غير تام يعني وهذه المسألة مهمة يترتب عليها أحكام إعرابية سنأتي إليها بعد قليل إذن من خلال المثال الوارد هنا أخلص أهل المدينة للرسول إلا اليهود إذن لاحظوا عندما نتحدث عن اليهود هنا هم المستثنى والمستثنى منه أهل المدينة وينبغي هنا التوضيح أن المستثنى منه ليس إعراب بل وصف لمكون من المكونات الجملة فلاحظوا هنا عندما أقول أخلص أهل المدينة أخلص فعل ماضي أهل فاعل طبعا ويوصف هنا بأنه المستثنى منه ولكن هذا لا يذكر في الإعراب بل إذا طلب منكم تحديد أجزاء جملة الاستثناء نشير في هذا السياق إلى أن أهل المدينة أهل هنا هي تشكل المستثنى منه ولكن كإعراب هي واردة هنا في هذا السياق في هذه الجملة جاءت فاعل أما المستثنى له إعراب وكما أشارنا دائما يعني ليس دائما المستثنى يكون مستثنى منصوب هناك أوجه إعرابية أخرى منها البدل سنأتي إليها لاحقا لكن المستثنى هو يعتبر نعم لقب إعرابي أما المستثنى منه فليس إعرابا بل هو وصف لأحد مكونات جملة الاستثناء إذن هذه الجملة توصف بأنها كلام تام لوجود المستثنى منه في هذه الجملة إذن هذا كان المصطلح الأول الكلام التام الآن ننتقل إلى المصطلح الآخر الكلام الموجب توصف جملة الاستثناء بأنها كلام موجب يكون ذلك إذا خلت جملة الاستثناء من نفي أو نهي أو استفهام إذن إذا كانت الجملة خالية جملة الاستثناء لم يتقدم عليها في بدايتها نفي أو نهي أو استفهام فالكلام يوصف بأنه موجب عكس الموجب نقول غير موجب فإذا وجد نفي أو نهي أو استفهام فسيكون الكلام غير موجب ويترتب على هذا أحكام إعرابية سنشير إليها وهذا ورد مثال على الكلام الموجب هنا سهرت الليلة غير ساعة إذا أقول سهرت الليلة هنا لا يوجد في بداية هذه الجملة حرف نفي أو نهي أو استفهام فلذلك هنا الكلام يوصف بأنه كلام موجب أما الجملة الثانية والتي مرت معنا سابقا لا يشمت الناس في الضعيف إلا اللؤماء هنا لدي حرف لا إذن هو يشكل حرف نفي ولذلك توصف جملة الاستفهام بأنه هنا الكلام غير موجب ونلاحظ المثال هنا هل يهاب الناس الأعداء إلا الجبناء إذن هنا وجود حرف الاستفهام هل يجعل هذه الجملة توصف بأنها كلام غير موجب طبعا إذن هذه المصطلحات تشكل ثنائية إذن الثنائية الأولى كانت كلام تام أو كلام غير تام لا يمكن أن أصف جملة الاستفناء بالمصطلحين معا يعني أقول الجملة هنا كلام تام وغير تام يفترض أن أقول إما كلام تام أو غير تام في المقابل نقول ذلك فيما يتعلق بالكلام الموجب جملة الاستفناء إما أن توصف بأنها كلام موجب أو توصف بأنها كلام غير موجب إذن أحد هذين المصطلحين يجب أن يكون حاضر إذن نشير هنا عندما أقول سهرت الليلة غير ساعة أيضا هذه الجملة توصف بأنها كلام تام سهرت الليلة غير ساعة لأن كلمة الليلة كما تلاحظون هنا هي تشكل المستثنى منه إذن هذه الجملة لوجود المستثنى منه توصف بأنها كلام تام موجب موجب لماذا؟ لأنه لم يتقدم عليها نفي أو نهي أو استفهام وإذا جئنا أيضا لبقية الجمل هي كلها توصف بأنها أيضا كلام تام لاحظوا معي هنا لأنه يوجد هنا المستثنى منه موجود الناس وأيضا الناس هنا المستثنى منه موجود إذن لذلك توصف بهذه الجمل بأنها أيضا كلام تام بالإضافة إلى مسألة وصف هذه الجمل إلى كلام موجب أو غير موجب ننتقل هنا إلى مصطلح آخر أيضا هذه مصطلحات تعتبر مصطلحات متقابلة لدينا المستثنى المتصل والمستثنى المنقطع فجملة الاستثنى إما أن يكون فيها المستثنى المتصل أو في المقابل يكون مستثنى منقطع ولا يمكن أن يكون هنا المصطلحان معا في الجملة الواحدة إذن بداية المستثنى المتصل يقصد به ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه أما المستثنى المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه لو جئنا للأمثلة هنا لدينا المثال أديت الصلوات في أوقاتها إلا الفجر إذن هنا لاحظوا لدي الصلوات ولدي الفجر الفجر من نفس جنس الصلوات إذن هنا المستثنى يوصف بأنه مستثنى متصل وفي المقابل نأتي هنا إلى مثال على المستثنى المنقطع لاحظوا المثال هنا يتحمل الرجال مشاق الحياة إلا المرأة إذن المرأة هي مستثنة والرجال مستثنة من هل المرأة من نفس جنس الرجال؟ لا إذن هنا نقول أن المستثنة ليس من نفس جنس المستثنة من فهنا توصف جملة الإستثناء بأن المستثنة هنا منقطع إذن نؤكد ونشير أن هذه المصطلحات الأربع مصطلحات مهمة يجب أن نفهم هذه المصطلحات قبل أن ندخل وقبل أن نبدأ بإعراب أي جملة من جمل الإستثناء أولا أن نحدد هل المستثنة منه موجود أم غير موجود وهذا يترتب عليه وصف جملة الإستثناء بأنها كلام تام أو غير تام بعد ذلك نتأكد هل هناك نفي أو نهي أو استفهام؟ وهذا يترتب عليه وصف جملة الإستثناء بأنها كلام موجب أو غير موجب وبعد ذلك لدينا المصطلح الثالث هو مستثنة متصل أو منقطع هذه المصطلحات كاملة يجب أن توصف بها جمل الاستثناء ويترتب على ذلك أحكام إعرابية سنبدأ ونشير إليها من خلال الصور القادمة لأسلوب الاستثناء إذن بداية نبدأ بحرف الاستثناء إلا والاستثناء بإلا يعتبر أساس هذا الدرس إذا فهمنا الاستثناء بإلا سنفهم بأسماء الاستثناء غير وسيوه وكذلك الأفعال خل وعد وحاش إذا كانت أفعال وإن كانت أيضا حروف سنشير إلى ذلك ولكن الأساس في فهم درس الاستثناء بعد المصطلحات السابقة هو أن نتعرف على حالات الاستثناء أو صور الاستثناء بإلا فهي الأساس في هذا الدرس والاستثناء بإلا له صور عديدة سنبدأ بها لدينا الصورة الأولى هنا سنصف هذه الصورة من خلال المكونات والمصطلحات التي أشرنا إليها سابقا إذن لاحظوا أورقت الأشجار إلا واحدة إذن لدي حرف الاستثناء إلا ولدي واحدة وهي المستثنى ولدي الأشجار وهي المستثنى منه والحكم بتأكيد دائما متضمن في الفعل إذن بناء على هذه العناصر الموجودة في هذه الجملة ماذا نصف هذه الجملة أولا هل الكلام تام؟ نعم الكلام هنا يوصف بأنه كلام تام هل الجملة فيها نفي أو نهي أو استفهام؟ لا إذن الكلام هنا غير موجب عفوا الكلام هنا موجب نقول موجب ما معنى كلام موجب؟ إذن الجملة تخلو من نفي أو نهي أو استفهام فالكلام يوصف بأنه موجب إذا كانت جملة الاستثناء كلام تام وموجب في هذه الحالة فهي على الصورة الأولى بغض النظر هل المستثنى متصل أم منقطع فلا يهمنا هذه الجزئية الأخيرة فيما يتعلق المستثنى المتصل أم المنقطع ما دام أن الكلام تام موجب فلا يهمنا مصطلح المتصل والمنقطع وهنا نقول أن الحكم الإعرابي للمستثنى للإسم الواقع بعد إلا نقول النصب على الاستثناء إذن أعيد الحكم الإعرابي في هذه الجمل عندما يكون الكلام فيها تام موجب يكون حكم الإسم الواقع بعد إلا النصب على الاستثناء إذن يعرب مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة كما نرى في هذه الأمثلة إذن عندما نقول أورقة الأشجار هذه فعل وفاعل إلا حرف استثناء واحدة مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة إذن هنا لماذا أعربنا هذا الإعراب؟ لأنه على الصورة الأولى بماذا توصف الصورة الأولى نقول كلام تام موجب فقط ولا يهمنا أن نشير إلى مسألة بغض النظر عن مسألة هل المستثنى متصل أم منقطع فلن يعني يختلف الإعراب في هذه الحالة مدام الكلام كان تام موجب إذن المستثنى منه يكون منصوب هنا وجه إعرابي واحد وهذه تشكل الصورة الأساسية تكون عناصر الاستثناء هنا مكتملة في هذه الجملة إذن كما يرد هنا بين الصطور نقول هنا الكلام كلام تام موجب ولدينا بعض الأمثلة فشاربوا منه إلا قليلا منهم إذن فشاربوا هنا فعل ماضي طبعا واو الجماعة تشكل المستثنى منه إذن منه جار مجرور إلا حرف ستنى قليلا مستثنى طبعا قليلا هنا لاحظوا كما نرى إذن لا يوجد نفي أو نهي أو استفهام المستثنى منه موجود وهو واو الجماعة وهنا قلنا بغض النظر عن إن كان المستثنى متصل أم منقطع فيكون حكم الاسم الواقع بعد إلا قليلا هنا تعرب إذن مستثنى منصوب الشهد الآخر الآية القرآنية فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسة إذن المستثنى منه موجود الملائكة إذن الكلام هنا يوصف بأنه تام ولا يوجد لدي هنا نفي أو نهي أو استفهام إذن الإسم الواقع بعد إلا إبليسة سيكون مستثنى منصوب على منصب الفتحة بغض النظر هل إبليس من نفس جنس الملائكة أم لا؟ هذا لا يهمنا إذن لأن الجملة هنا وصفت بأنها كلام تام موجب ولدينا الشاهد الشعري هنا لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها إذن لو جئنا إلى لكل داء طبعا داء هي المستثنى منه والجملة هنا لا يتقدم عليه نفي أو نهي أو استفهام إذن الكلام تام موجب حرف الاستثنى هنا الحماقة إذن الحماقة مستثنى منصوب بغض النظر هل الحماقة من نفس جنس الداء المرض أم لا؟ فهنا في هذه الصورة إذن لا يهمنا التمييز من حيث المستثنى متصلا منقطع لكن هذا سيهمنا في الصورة اللاحقة عندما يكون الكلام غير موجب فيكون لمسألة المتصل المنقطع أهمية سنشير إليها وننتقل الآن إلى الصورة الثانية للإستثناء بإلا سنرى ما يميز هذه الصورة إذن من خلال الأمثلة لا ترى الكواكب بالعين المجردة إلا القمر نقف هنا أولاً لدينا حرف الاستثنى دائماً موجود بالتأكيد سيكون موجود لا ترى الكواكب الكواكب هي المستثنى منه ولدينا القمر هنا المستثنى ولدينا كما نلاحظ في بداية هذه الجملة لدينا حرف النفي لا إذن هذه الصورة توصف بأنها لاحظوا هذه الصورة فيها حالتين بداية أن نؤكد إذن الحالة الأولى من الصورة الثانية يكون فيها الكلام كلام تام غير موجب متصل إذن الكلام تام هنا في الصورة الثانية ما يميز الكلام هنا لاحظوا غير موجب لوجود لاحظوا حرف نفي سيكون موجود في كل هذه الجمل وإذن في هذه الحالة سيكون كما ذكرنا إذا كان الكلام تام غير موجب هنا سنهتم بمسألة المتصل وغير المتصل إذا كان المستثنى متصل كما نرى هنا سيشكل الأولى سيشكل الحالة الأولى في الصورة الثانية وهنا ندخل في الأوجه الإعرابية إذن بداية نقول أن الاسم الواقع بعد إلا هنا ما دام أن المستثنى من نفس جنس المستثنى منه فالكلام إذن هنا متصل كلام تام غير موجب متصل في هذه الحالة يصح في المستثنى أمراء أولا الإتباع الإتباع يعني أن يكون الاسم الواقع بعد إلا من التوابع وتحديدا البدل إذن هنا في هذه الحالة الوجه الأول في إعراب الاسم الواقع بعد إلا لكلمة القمر الواردة هنا نقول الإتباع وعندما نقول الإتباع معنى ذلك أنها ستعرب بدل والبدل هنا كما تعلمون التوابع يعني تتبع المتبوع وهو الكواكب هنا في الإعراب يعني القمر هنا ستضبط على الوجه الأول بالضم لماذا؟ لأن كلمة الكواكب المستثنى منه مرفوعة بالضم فتكون كلمة القمر هنا لاحظوا القمر إذن الوجه الأول لا ترى الكواكب بالعين المجردة إلا القمر فالقمر هنا بدل مرفوع علامة رفعه الضم لماذا؟ لأن الكلام تام غير موجب متصل وكان الوجه الأول لدينا هنا ماذا؟ كما ذكرنا الإتباع وهو البدل وننتبه هنا مدام أن الإسم الواقع بعد إلا يعرب بدل فقد يكون مرفوع وقد يكون منصوب وقد يكون مجرور بحسب الحركة الإعرابية للمستثنى منه وتعلمون المستثنى منه قلنا هو ليس إعراب فله إعراب حسب السياق فقد يكون مثلا فاعل وقد يكون نائب فاعل وقد يكون مفعول به وقد يكون إسم مجرور إذن حركة إعراب المستثنى منه قد تكون مختلفة بحسب الحالات الإعرابية الثلاثة وهنا إذن نقول مادام أن الجملة توصف بهذه الصورة كلام تام غير موجب متصل إذن سيتبع الإسم الواقع بعد إلا في حركة الإعراب المستثنى منه ونقول في إعرابه إذن بدل كما هنا في هذه الحالة قلنا بدل مرفوع ونؤكد أن هذا الرأي هو يعتبر الرأي الراجح إذن هو الرأي الراجح إذن وهناك رأي آخر يعني وجه إعرابي آخر سنشير إليه هنا وننتقل إليه الوجه الإعرابي الآخر النصب على الإسفناء فيكون ما بعد إلا منصوب إذن كلمة القمر نعود إليها يجوز فيها الوجه الثاني وهذا الوجه نقول يعني أقل رجاحة فالوجه الأول الأكثر رجاحة هو البدل إذن كلمة القمر الواردة هنا لا ترى الكواكب بالعين المجردة إلا القمر قلنا إما أن تكون مرفوعة بالضمع على أنها بدل وهذا الوجه الراجح أو أن تكون منصوبة القمر وتكون مستثنى منصوب الآن ننتقل إذن إلى الحالة الثانية الحالة الثانية من الصورة الثانية الحالة الثانية من الصورة الثانية نرى هي هنا موجودة في المثال الثاني لا ترى النجوم بالعين المجردة إلا القمر لدينا القمر ولدينا النجوم ما الذي اختلف؟ في المثال الأول كان لدينا الكواكب ولدينا القمر طبعا نوضح مسألة هنا القمر هو من الكواكب القمر كوكب ولكن القمر ليس نجم لذلك هنا القمر ليس من نفس جنس النجوم إذن هنا المستثنة في هذه الجملة لاحظوا يوسف بأنه كلام تام غير موجب منقطع في هذه الحالة إذن هذه تشكل الحالة الثانية من الصورة الثانية الكلام فيها مرة أخرى كلام تام غير موجب منقطع لماذا؟ لأن القمر هنا نقول المستثنة ليس من نفس جنس المستثنة منه كلمة النجوم إذن نلاحظ هنا كيف وصفت هذه الجملة إذن الحالة الثانية قلنا يميزها أن الاستثناء منقطع كلام تام غير موجب منقطع في هذه الحالة نقول أن المستثنة من غير جنس المستثنة من في هذه الحالة يوجد لدينا المصطلحات والأوجه الآتية أولاً لدينا مصطلح أهل الحجاز وجه إعرابي على أهل الحجاز وهم يلتزمون نصبه النصب يكون بأن نقول المستثنة منصوب مستثنة منصوب علامة نصبه الفتحة كما يريد في المثال إذن ونؤكد هنا ويصف النحات هذه اللغة بأنها اللغة العليا إذن هي الوجه الأرجح والوجه الآخر يكون على لغة بني تميم وهنا يرجحون نصبه ولكن لديهم وجه إعرابي آخر وهو الإتباع وقلنا أن الإتباع هو البدل البدل لديهم جائز وهو أقل فصاحة إذن البدل الإتباع لديهم جائز وهو أقل فصاحة والراجح عندهم النصب والنصب أيضاً كما هنا موجود على لغة أهل الحجاز لكن ما يميز لغة بني تميم أنهم يرجحون النصب بالإضافة إلى وجود وجه إعرابي آخر لديهم عند بني تميم وهو الإتباع البدل والبدل هنا قد يؤدي إلى تغيير الإعراب يعني في المثال السابق لو عدنا إليه سنشير إذن المثال هنا موجود أمامنا إذن لا ترى النجوم بالعين المجردة إلا القمر كما تلاحظون إذن قلنا القمر ليس من جنس النجوم إذن هنا في هذه الحالة في حالة النصب على لغة أهل الحجاز وهي توصف بأنها اللغة العلية نقول إذن القمر تكون منصوبة مستثنى منصوبة علامة نصب الفتحة على لغة بني تميم نقول يوجد وجها الوجه الأول إن نصب أيضا القمر والوجه الآخر سيكون بالرفع على البدل على الإتباع والرفع نشير هنا ننتبه لهذه المصطلحات أنه أقل فصاحة إذن نعود ونؤكد أن الصورة الثانية لها عدة حالات لدينا الحالة الأولى وقلنا كلام تام غير موجب متصل ولدينا الحالة الثانية كلام تام غير موجب منقطع ولدينا الحالة الثالثة وسنتعرف عليها الحالة الثالثة هنا نشير إليها ونقول وفيها يكون المستثنى المتأخر عن المستثنى منه هنا متقدم على المستثنى منه الأصل أن يكون المستثنى منه قبل حرف الاستثنى والمستثنى ولكن في هذه الصورة الصورة الثالثة سيكون المستثنى منه متأخر والمستثنى متقدم على المستثنى منه ولو جئنا للأمثلة هنا قول الكوميت وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب إذن لو جئنا هنا إلا حرف الاستثنى لاحظوا حرف الاستثنى هنا لم يتقدم عليه مستثنى منه ولكن يوجد النفي إذن هنا الكلام غير موجب المستثنى منه تأخر وهو كلمة شيعة شيعة هي المستثنى منه المستثنى هو كلمة أحمد التي وقعت بعد عفوا المستثنى منه آلة آلة أحمد آلة تحديدا كلمة آلة التي تأخذ إعراب أنبه تحديدا كلمة آلة هي التي تأخذ إعراب المستثنى منه إذن هنا نؤكد أن المستثنى منه متأخر والمستثنى كلمة آل متقدمة في هذه الحالة إذن نحن هنا في الحالة الثالثة من الصورة الثانية كلام تام غير موجب والمستثنى منه تأخر على المستثنى وهنا لدينا وجه إعرابي واحد هو نصب المستثنى منه دائما سواء كان متصلا أم منقطعا إذن هنا نأتي الإعراب وما إذن الواع استئنافية ما حرفنا فيه لي هنا جار مجرور شبه جملة في محر رفع خبر مقدم إلا حرف استثنى آل مستثنى منصوب أحمد مضاف إليه مجرور وعلى مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف شيعة مبتدأ مؤخر مرفوع على مترفعه الضمة طبعا الخبر شبه الجملة لي ونقول حكم النصب على الاستثنى في هذه الحالة وجوبا نصب المستثنى لماذا؟ لأنه على الحالة الثالثة من الصورة الثانية بماذا توصف هذه الحالة؟ مرة أخرى نقول كلام تام غير موجب المستثنى منه تأخر على المستثنى في هذه الحالة يكون إعراب الإسم الواقع بعد إلا مستثنى منصوب دائما ننتقل إلى الصورة الثالثة الرئيسة هنا الصورة الثالثة نلاحظ بماذا توصف هذه الصورة إذا المثال لا يكذب إلا الجبان لا يكذب إلا الجبان لدينا حرف الاستثنى إلا ولدينا هنا الجبان دائما الإسم الواقع بعد إلا قلنا هو يعني من حيث المعنى هو المستثنى ولكن ليس شرطا دائما أن يعرض مستثنى منصوب ولاحظوا هنا كلمة الجبان جاءت مرفوعة إذن لو جئنا إلى هذه الجملة وهنا ولو يعني أخفينا كالحرف الاستثنى إلا فماذا ستكون الجملة؟ لا يكذب الجبان لا يكذب الجبان لكن هنا عندما أقول لا يكذب إلا الجبان هنا حصرت الكذب حصرت الكذب بالجبان لذلك إلا هنا لن تعرب ولن يشار إليها في الإعراب إلى أنها حرف استثنى بل هي حرف حصر حرف حصر لا عمل له يعني هنا تكون إلا ملغات العمل ليس لها عمل وهنا نكون في الصورة الثالثة الصورة الثالثة ماذا يميزها؟ هنا الجملة فيها نفي أو نهي أو استفهام إذن الكلام غير موجب يوصف بأنه وأيضا الكلام هنا غير تام ما معنى غير تام؟ كما أشرنا في البداية غير تام يعني أن المستثنى منه غير موجود هذه الجمل تخلو من المستثنى منه لذلك يعرب الإسم الواقع بعد إلا حسب موقعه في الجملة هنا موقعه في الجملة فاعل للفعل يكذبه الفعل بحاجة إلى فاعل فإعرابوا الكلمة الواقعة بعد إلا يعني يكون بحسب الموقع الذي ترد به وهنا كأننا نريد أن نحذف حرف الاستثناء وكأننا ألغينا فإلا قلنا ملغات العمل فكأن الجملة بهذا الشكل لا يكذب مرة أخرى نقول إذن لا يكذب إلا الجبان إذن لا يكذب الجبان فتكون الجبان هنا حسب سياقة حسب موقعها الإعرابي تعرب هنا فاعل للفعل يكذب وإلا تعرب حرف حصر لا عمل له المثال الثاني فلا يعرف القوي إلا الصراحة نفس الأمر إذن لدي لاحظوا حرف نفي الاستثناء هنا غير موجب لا يوجد مستثنى منه كلام غير تام يعرف فعل القوي فاعل إلا حرف حصر الصراحة مفعول به للفعل يعرفه هنا لاحظوا أعرب اسم الواقع بعد إلا حسب موقعه فكان هنا مفعولا به للفعل يعرفه والمثال الأخير ولا يتحدث بالصدق ولا يتحدث إلا بالصدق هنا لاحظوا لدي حرف الجر إلا إذن بالصدق هنا جر مجرور إذن إلا معطلة العمل ملغاة العمل وهنا إذن هذه الجملة مرة أخرى نقول بماذا توصف إذن توصف هذه الجملة الكلام غير تام غير موجب إذن هذا الوصف لهذه الصورة الثالثة ننوح هنا أن هذه الصورة الثلاث هي الأساس في إحراب أيضا أسماء الاستثناء سوى وغير وكذلك الأفعال والحروف خلا وعدى وحاشى وهذا ما سنبدأ به في المحاضرة القادمة إذن نبدأ بالمستثنى بغير وسوى وهنا نقول شكرا لاستمارك